السلام عليكم طلاب الصف الخامس العلمي عدنا اليوم حل تمرينات التعريف العدد وتنكير احنا شرحنا بالسابق العدد اخذنا هنا الموضوع الاول اللي هو كان العدد من شرحت انا العدد شرحت ويا تذكيره وتأنيثه والعدد تعريفه وتنكيره كلية اخذناهم سوى شرحناهم كلية سوى بس حلينا تمارين بس التذكير والتأنيث هسا اليوم اريد احل التمرينات العدد تعريفه وتنكيره احنا يجبنا اسمه تعريف العدد تعريف العدد وتنكيره شوفوا هنا يعدنا القاعدة شا تقول يقول ناخذ فتة اعادة سريحة سريحة للموضوع يقول يعرف العدد من الثلاثة للعشرة اذا اريد انعرفها اندخل علي المضاف اليه مثلا انجزت تسعة تسعة المدارس وين انا حطيت على المضاف حطيت المعرف بل عرفته المدارس يعرف العدد المركب من الاحدى عشر ديه تسعة عشر بيدخال الال عن يمن على الاول على الرقم الاول يعني شوفوا اربعة عشر شوفوا طبعنا الاربعة عشر على الرقم الاول ندخل الال حتى تكون معرفة بل اذا يعرف العدد المعطوف والمعطوف عليه مثل الواحد والعشرون هاي من اللي نقول الواحد والعشرون اثنان وعشرون هاي اثنيناتهم لازم ان يعرف اسويهم معرفات بل يعني اخلي على الرقم الاول ال وعلى الرقم الثاني شوفوا ناشقا حفظتوا الخمسة والستين سورة من القرآن اثنيناتهم حطين عرفناهم بالأل اثنيناتهم عرفتهم بالأل الرابعة الفاظ العقود اللي هي من العشرين تسعين هنا ندخل عليهم الأل حتى يكونون معرفات بأل مثل الثلاثون الأربعون شنو هاي تجولت في الثلاثين موقعا أثريا في مدينتي أما الأعداد مئة وألف ومليون فيكون تعريفها بوضع التعريف على المعدود المضاف إليه مثل هنا عدنا ما أخلي مثل هسا هاي شوفوا وزعت مئة الدار ما حطيت هنا يعني هنا ما خليت لها ألف ولا ما خليت خليت على الكلمة الوراها وراء الرقم نفسها حالها حال منه حالها حال من الثلاثة إلى الأشرة هذا ما نسميه تعريف العدد وتنكرة يعني هو بما أنه كان العدد نكرة أسويه معرفة من أحط له الألف واللا عدنا التمرين المحلول ما نتراجعوه شوفونا بالبيت التمرين الأول نشوفو هنا بالتمرين المحلول تفوق في الامتحان عشرة طلاب يقولك وين أخلي هنا المعرف أخليها 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 على أحنا شكينا قلنا من الثلاثة إلى العشرة أخليها الكلمة الورا الرقم يعني هنا عشرة الطلاب الصغير الطلاب بعد هنا أنجزت أحد عشرة عاملة أعمالهن زين أنجزت أحد عشرة عاملة أعمالهن زين أناش قلت قلت من الدعش للتساطعش ندخل على الرقم الأول الأل فهنا شصير الأحدى الأحدى عشر قرأت ثلاثة وعشرين بحثا علميا زين أناش قلنا من الواحد وعشرين للتسعة وتسعين ما قلنا هنا من الواحد وعشرين قلنا حندخل الأل على الرقم الأول والرقم الثاني شصير قرأت الثلاثة والعشرين اثنيناتهم أخليهم الأل على الثلاثة أخلي الأل وعلى العشرين أخلي الأل حفظت الثلاثين آية من القرآن شتكون حفظت الثلاثين الثلاثين نقلنا من الثلاثين ألفاظ العقود ندخل على نفسه ندخل الأل على نفس الرقم من الثلاثة للتسعين أخلي نفس الرقبة أدخل عليه المئة قلنا نفس منه نفس من الثلاثة للعشرة أخلي على الكلمة اللي ورا المئة هنا مثل أنجز المشروع مئة العامل سين هنا أخلي الثلاثة حسن نجي نشوف التمرين التمرين حالته هنا بالورقة سنقرأ ونشوف التمرين الأول يقول قعد كتابة الأعداد التالية بكلمات معرفة بألف الجمع المنطين 17 مزارع 83 بحث أدبي وعدنا منطين ألف طالب نقدر نقول هنا اشتغل السبعة عشرة مزارع هنا ينقول سلمت ثلاثة و احنا قلنا الثلاثة والثمانية الثلاثة والثمانية الثلاثة والثمانية الثلاثة نحط عليهم ألف بحثا أدبيا نجح ألف ألف طالب نجح ألف الطالب تمرين الثاني يقول كون ثلاث جمل تشمل كل منهما على عدد بالجملة الأولى يكون مفرد والثاني مركب والثالثة معصف وصل الطالب التاسع مفرد حاز على الجائزة الأحد عشر لاعب شارك الاثنى والأربعون لاعب في السباق هذا معطوف وهنا يكون عدد مركب وهنا يقفرت التمرين الآخر عرف الأعداد الوردة في كل جمل يعني منطينة ما مثل التمرين المحلول بالضبط فهنا يعد بما أنه فاز في السباق الأربعة الطلاب شو صير الأربعة والطلاب هنا أخلي الآل غرست في مدرستنا الآثنى أها الآثنى عشرة شجرة هنا أخلينا الآثنى اشتريت من أحد المكتبات في بغداد واحد والعشرين هنا أخلي على الواحد وأخلي على العشرين الآل سين تبرعته بمليون دينار بمليون الدينار الدينار لجمعية الأمل الخيرية تفوق في الامتحان عشرون طالبا شصر العشرون 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 طالبا هنا الآثنى الآلف ولا حتى حتى نحرف بأي التمرين الأخير يقول اعرب ما يأتي شاركة الخمسة والعشرون مهندس في إنجاز المشروع شاركة فعل ماضي مبني على الفتح شاركة فعل ماضي مبني على الفتح الخمسة فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر الواو حرف عطف هنا العشرون اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم نجي مهندس تمييز منصوب وعلامة نصبي الفتح الظاهر على آخر في حرف جر إنجاز اسم مجر بحرف جر في وعلامة جر هي الكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف والمشروع مضاف إليه مجرور وعلامة جر هي الكسرة الظاهرة في آخره انتهى حل تماري تعريف العدد وتنكيره